ربما تنمي الإجرام للطفل الصغير تحدثنا على هذه المرحلة مرحلة الطفولة الرداعة كذلك قلت لي أن الطفل يكون عنده مشاعر يخزن مشاعر سلبية ويكبر بها مستقبلا نتحدث يعني لما يكبر هذا الطفل كيف يش تبدأ تظهر عليه ربما عوامل الإجرام ما هي العوامل الرئيسية أو المسببات الرئيسية لتخلي هذا الطفل تحول إلى مجرم مستقبلا هي بداية يعني من عمر خمس سنوات حتى نقوله 13 سنة أو 12 سنة يكون هات الطفل يمارس عنف جسدي مع أصدقائه مع جيرانه مع المدرسية تاعه تلاحظ يعني المعلمة أو المربية أو الأم تلاحظ أنه هات الطفل سلوك عدواني يعني تكفح ننفيقه عن طريق السلوك لكن وقته يبدأ الإجرام الشنيع أو كما نسميه وحنا مرتبة عالية جدا من ممارسة الإجرام في سن المراهقة ونلقى الطفل يتوجه إلى المخضرات يتوجه إلى الكحول يتوجه حتى إذا كانت غياب هذه الأشياء اللي نسميها أحد مسببات أو أحد عوامل الإجرام توجد شيء ما تكلمناش عليه اللي هي ما تكلموش فقط على الجانب النفسي نتكلمو قلين على الجانب العلمي اللي يتدخل فيها الوراثة أو الطفرة الطفرة الجينية اللي ممكن الطفل ينشئ بها أو تكون متواردة عبر عدة أجداد أو أسلاف من قبل مثلا يعني أدري المثال مثلا أن الطفل تلقائي من قبل كنا نرجع للسوابق العائلية تحهم نلقوا أنه عنده جده أو جداده مارست من قبل جريمة شنعة أو حتى كانت جريمة بسيطة وين هذا الجد أو الجدة يخزنها في الداكرة الخلوية يعني الداكرة نسميه وحنا ميمو أغسولي لغ الخاصة بالجسد وين نبعت توارد جيل عبر جيل هنا اللي نسميه السيكوباتي اللي هو البسيكوبات كاين السيكوباتي اللي يروح يمارس هذه الجريمة يعني كالسلوك كردة فعل كاين زميلتي كريمة كاين سيكوباتي اللي ما يمارسش هذه الأشياء نعم يتلدد بيها نقضي ونحصروه تحت إطار المرحلة المتطورة ربما المرحلة المتطورة هي السلوك العدواني اللي قاعد يمارس فيه لكن المرحلة لكن هي تلدد قلتي لي بها تبعيني فقط المرحلة الأولية ما هي هي السيكوباتي العادي نعم هو اللي يتلدد كيف أنه يتفرج أفلام العنف أفلام القتل وفاقد الإحساس فاقد الشعور نعم لكن السيكوباتي العنيف هو اللي يمارس هذه الأشياء زيادة عن التلدد هكذا بش نبسط المفهوم نعم طيب كنعود نرجع هذه الأشياء احنا كنجي ونفسروها من باب علمي محد على أنه توجد مواد رمادية موجودة في الدماغ حنعود حنصفض يعني لتاغمتها حتيفة من الجمهور الكريم أو نبسطها بالأحرى توجد في الدماغ عندنا القشرة الخاصة بالفصل الأمامي للدماغ ونلقوا اختلالات بسيطة في الفصل الجبهي الأمامي للقشرة عفوا خاصة بالدماغ هذه الأشياء وش ينتج عنها هي خاصة بالتخطيط يعني كنلقوا نقص أو اختلال بسيط في القشرة للفصل الجبهي للدماغ ينتج عنه قلة في التخطيط هدو كنفهموا ما هو التخطيط وكين أيضا نقص أو اختلال في اللوزة الدماغية الخاصة التي تنتج مثلا المشاعر دونك كنصادفو احنا نشوفه مثلا فيلم أو نشوفه جريمة أمامنا وش ينتج عنه يعني بكاء يعني ميكانيزم للمشاعر هذه نتيجة يعني نقص في الاختلالات البسيطة سواء في القشرة الخاصة بالفصل الجبهي للدماغ أو في اللوزة الدماغية التي ينتج عنها المشاعر والأحاسيس نعم